نبدأ فكرة الأولى عن الاتهامات الإثيوبية لمصر بتحريض وتمويل المعارضة على التظاهر ضد الحكومة الإثيوبية بهدف السعي إلى نسف استقرارها حسب تعبير مسؤولين إثيوبيين وهي التظاهرات التي اندلعت في العاصمة الإثيوبية أريس أبابا وسقط خلالها قرابة 500 قتيل ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ لكن القاهرة ردت على هذه الاتهامات مرتين الأولى في بيان رسمي لوزارة الخارجية أكدت فيه على مصر على أن مصر تحترم السيادة الإثيوبية كامل الإحترام وأنها لا تدخل في شؤونها الداخلية والثانية في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي بتأكيده أن مصر لا تتآمر ضد إثيوبيا ولم تقدم أي دعم للمعارضة أريس أبابا استندت في هذه الاتهامات على مشاركة مدون وحقوقي مصري في احتفال لما يعرف بجبهة تحرير الأورومو التي تحضرها السلطات الإثيوبية وترفض الاعتراف بها فلماذا استدعت إثيوبيا هذه الواقعة التي حدثت منذ نحو عشرة أشهر للتصعيد ضد مصر وكيف استقبلت أريس أبابا بيان الخارجية وخطاب الرئيس وهل تهدف من رأي ذلك إلى نقل المواجهة إلى منطقة أخرى بعيدا عن مفاوضات سد النهضة؟ وما هو التأثير المتوقع لهذه الأحداث على المفاوضات؟ خاصة بعد توقيع عقود الدراسات الفنية لتحديد الآثار المحتملة للسد وهل تسعى إثيوبيا إلى إبعاد الأنظار عن مشكلاتها الداخلية بأزمة خارجية؟ وما دور السودان في حل هذه الخلافات؟ وقبل كل ذلك وبعدها هل هناك أطراف تسعى للوقيعة بين مصر وإثيوبيا؟ هذه التساؤلات وغيرها أطرحوا على ضيفي هنا في الستوديوم مساعد وزير الخارجية الأسبق للشيون الأفريقية السفيرة مونة عمر ومن الخرطوم أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون القرن الإفريقي الدكتور الأمين عبد الرزاق أهلا بكم أهلا بكم أهلا نفسك أبدأ مع السفيرة مونة برأيك لماذا اختارت إثيوبيا هذا التوقيت لإعادة إنتاج أو إعادة استخدام لقاء تم منذ يناير الماضي واستخدام للهجوم على مصر بعد أن يعني اعتبر البعض أن العلاقات تسير في طريق التعاون والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين هو يعني أنا أيضا أود أن أنضم إليك في الدهشة من التوقيت لأنه نعتبر أن العلاقات بين مصر وأثيوبيا في خلال هذه الفترة ومنذ تولي الرئيس السيسي الحقيقة وهي في أفضل حالتها ووضع لم نشهده مع إثيوبيا البعض التأم حتى الموقف المصري بأنه كان لين أكثر من اللازم في موجهة إثيوبيا وما زال الكثيرين يتهموا مصر بالتهاون في حقوقها مع إثيوبيا والتوجه إلى التعاون لكن أنا أعتقد أنه هو السبب الوحيد الذي دفعهم أنهم يستخدموا مثل هذا المقطع هو أنه لم يكن لديهم أي دليل لم يكن لديهم أي برهان على الإدعاءات التي تم تردد وكأنك تقولين أنهم أرادوا أولا أن يلسقوا الاتهام بمصر ثم بحثوا عن الأدلة؟ طبعا لأنه حتى الدليل الذي تم استدعاء السفير المصري في أديسة بابا وطرحوا عليه يعني هو ليس دليل لما يكون فيه أي ناشط سياسي بيشارك في احتفالات مع أي طائفة من الطواقف في أي دولة من الدول هذا ليس دليل على الإطلاق على دعم الدولة لهذه المجموعة بالعكس إحنا حارسين من طول الوقت يعني الحكاية حتى مش في الوقت الحالي يعني عمرنا ما تدخلنا في الشؤون الداخلية لأي دولة وأنا نفسي وأنا كنت مساعد وزير الخارجية طرح علي واتصلوا بينا بعض الناس الممثلين لبعض التواقف الإثيوبية اللي موجودين مثلا بيدرسوا في مصر أو موجودين في بعض الدول المحيطة بينا وطلبوا اللقاء وكانت التعليمات واضحة تماما لا يعني ربما هذا كما يقولون هو من الثوابت في السياسة الخارجية بالضبط دعيني أتوجه إلى الأمين عبد الرزاق دكتور أمين أهلا بك في سكاينيوز العربية وأسألك وزير الإعلام الإثيوبي جيتاش وردى قال إن كل أنواع العناصر في المؤسسة السياسية المصرية ضالعة فيما اعتبره مؤامرة لكنها ليست بالضرورة مرتبطة بشكل مباشر بالحكومة المصرية ألا ترى بداية أن هناك تناقضا في كلام المسؤول الإثيوبي وهذا التناقض ربما يتفق مع مقالته سيد سفير أمون عمر بشأن أنها قررت أولا أن تلسق التهمة بمصر ثم بحثت عن الأسباب أو الدلائل التي تقول ذلك تقديرك لهذا الأمر أنا أول حبي بسم الله الرحمن الرحيم وأشكرا على الإصلاف سكاينيوز أنا أعتقد أن أثيوبيا طبعا منذ سنة واحد تزعين وصول مل الزناوي إلى الحكم شهدت استقرارا استمر حتى عام 2015 بصورة كبيرة جدا وأسس لنظام حكم أحطى كل القوميات الأثيوبية حكم في أقاليمة ثم المشاركة في الحكومة الاتحادية وشهدت الأثيوبة في الفترة الأخيرة تنمية كبيرة جدا واستقرار اقتصادي ونمو اقتصادي وعندما تأتي مثل هذه الأحداث وخاصة بعد البداية في بداية سدى النهضة والجلوس الأطراف الثلاثة السودان وأثيوبيا ومصر في مفاوضات ماكوكية في الخرطوم وفي القاهرة وفي قيرها كلها للحسم قضية سدى النهضة ولأن أيضا في الفترة فترة الرئيس مرسي أثيرت هذه القضية قضية سدى النهضة من الإعلام المصري بثورة كثيفة جدا وحتى وصلت أحيانا من بعض الإعلاميين أنا أعتقد أنهم ما كانوا مسؤولين في هذا الطرح أن هددوا بالضرب بالضرب سدى النهضة بالطائرات دكتور الأمين اسمح لي دكتور الأمين هذه مرحلة وصفحة طوية من طريق مصر نحن لا نتحدث عن تأسيس لمرحلة تحدث عن الخارجية المصرية والرئيس المصري بذاته بأن مصر لا تتدخل في شؤون الغير أنا أتحدث عن الأسباب من وجهة نظرك التي دفعت إثيوبيا إلى القول بهذا الأمر هل لدى إثيوبيا من وجهة نظرك دلائل حقيقية على هذا الضلوع أم أنها قررت أن تتهم مصر ثم بعد ذلك تبحث عن الدلائل هذا ما أريد الإجابة عليه أنا أعتقد أن التاريخ مهم جدا في الاتهامات الأخيرة التاريخ مهم جدا في الاتهامات الأخيرة وأنا شهدت كثير من الفيديوهات التي في الإعلام المصري الذي يتحدث بكثافة عن يجب اختراق الأسيوبيا ويجب دعم متى كانت هذه الفيديوهات؟ متى في أي توقيت؟ أنا أتحدث دعني أكمل الفكرة دعني أكمل الفكرة أنا أتحدث عن أن هذا الذي يحدث في الإعلام أسيوبيا تراقبه وهذا عمل تراكمات كبير جدا عندما بدأت الأحداث وجبهة تحرير الأرم طبعا لها علاقات قديمة بمصر ولها علاقات قديمة أيضا بالسودان ومصر يعني فكل هذه هي تراكمات تاريخية أدت إلى هذا الاتهام إن كان هذا الاتهام باطلا أو حق ولكن هذه التراكمات أدت إلى هذا إلى هذا الاتهام أنا أعتقد أن الخطاب الإعلامي المصري يحتاج أن يضبط طريقة التعامل ويترك للدبلوماسية المصرية أن تتعامل أنا أعتقد أنه ليس من مصلحة مصر وليس من مصلحة أسيوبيا وليس من مصلحة السودان في هذه المنطقة وبهذه المصالح الكبرى في مياه النيل أن تخسر أي دولة أخرى أنا أعتقد أنه أسيوبيا أسيوبيا دولة كبيرة أي إنهيار للدولة الأسيوبية سيكون له أثر سالب على أمن السودان وعلى أمن مصر وعلى منطقة القرن الأفريقي كلها أي تدخل من أي اتجاه كان مصري أو أريتريا لأنهم اتهموا أريتريا أيضا إنهم يتهموا أريتريا لأن أريتريا الآن هي في عداوة معهم ولأن العلاقات المصرية الأريتريا علاقات قوية دكتور الأمين الآن دكتور الأمين كل هذا الاتهام دعني دعني كل هذه التراكمات تماما يعني على الأقل ما ورد على لسانة المصرية المصرية سواء كان ذلك في بيانة الخارجية المصرية أو في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه هو نفي أي ضلوع لمصر في هذا الأمر بل هو تأكيد على أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية هو عدم التدخل في شؤون الغير ربما البعض يذهب إلى أكثر من ذلك من أن مصر تساهم بشكل أكثر إيجابية مع السلطات الإثيوبية فيما يتعلق بكلام حضرتك عن الأورومو وعلاقتها بمصر وعلاقتها بالسودان أحييلك إلى ما قاله المتحدث باسم جابة الأورومو في مصر وهو جمادة سوتي قال إن السلطات في مصر الآن باتت تتعامل معنا بقدر كبير من قصين السوء هو وصفها بأنها لا تمنحهم الفيز الدخول وأن حتى كثير منهم كانوا قد تلقوا تعليمهم في مصر سواء في جامعة الأزر أو في جامعة الأمريكية بالقاهرة لكن الآن الحكومة المصرية تضيق على أبناء الأورومو ولا تمنحهم تأشيرات الدخول هذا ربما يرد على مخاوفك ومخاوف ما كنت تصفهم في النظام الإثيوبي أعود إلى سفيرة سفيرة مونة عمر برأيك هل فكرة التراكمات القديمة أو التحديث في الإعلام عن مواجهة مع إثيوبيا هل هذا كافي لأخذه كتجاريعة وغض الطرف عن الكلام الرسمي سواء الصدر من الرئاسة أو من الخارجية والأمر الآخر هو برأيك هل ذلك سيؤثر في مقبل الأيام على مفاوضات متعلقة بسد النهضة والتعاون المصري الإثيوبي في هذا الأمر؟ أنا أعوزها بس في البداية أن أنا أقول أنه كان الدكتور بيتكلم على أنه إثيوبيا من سنة 91 لسنة 2015 وهي في حالة استقرار سياسي وهذا ليس صحيح على الإطلاق أنا خدمت في دولة إثيوبيا في الصفارة وأكيد ما ينساش أن كان عندهم الأجادين كان فيها مشاكل ومشاكل كبيرة جدا 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 وأنه دايما كان فيه مشاكل مع كافة التواقف الموجودة هناك نحن لا يحدث من هنا أن يقول أن الدولة هناك ما هيش بتنمو وأنه فيه نسبة نمو عالية وطبعا هي قائمة في معظمها على المعونات الحاجة الثانية اللي عاوز أقولها أنه دي مش أول مرة إثيوبيا تتهم مصر ويثبت في النهاية أنه هو هذه الاتهامات باطلة أنهما دايما بيتهمون كل ما يحصل مشكلة عندهم بيتهمون بأن إحنا وراها حتى يثبت لهم أنه الكلام ده هو غير صحيح أنا أفهم أنهما يتهموا إيريتريا لأنهما بينهم وبين بعض فيه مشاكل وعداوة وحرب ويعني لم حتى تنتهي بعد حتى الآن بالرغم من وجود نوع من وقف إطلاق النار لكن مع مصر وإحنا من أول ما تولى الرئيس السيسي على الأقل في الفترة دي وهو اتخذ كخيار هو موضوع التعاون مع الإثيوبيين وبناء قاعدة من الثقة القوية اللي هي قائمة على أنه العلاقات الصنائية اللي موجودة بين مصر وإثيوبيا زي ما قلت في البداية هي دلوقتي في أفضل مراحلها وفي أوج ازدهار العلاقات الصنائية بين الدولتين فالكلام اللي يتقال عن الفترة بتاعة المرسي وغير مرسي ده كله كلام مهواش ملوش أي أساس من الصحة لأنه الشعب المصري أياميها كله وقف ضد هذه والأمر انتهى أصلا حدث تغيير وهناك رئيس جديد وانا لو بستند على التقارير الإعلامية فأنا عوز أقول لحضرتك أنه التقارير الإعلامية اللي بتنشر في إثيوبيا ذاتها هي فيها حاجات كتير جدا معادية لمصر وكنا بنقدم على أعمال للتعاون ولما بدخل على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بلاقي تعليقات بتاعة ناس كتير بتقول لا تسقوا سيد سفي الرجال الصارق في هذه الأمور برأيك هل هناك طرف آخر غير مصر وإثيوبيا يسعى لإحداث هذه الوقاعة ربما لوقف فكرة تعميق التعاون المصري الإثيوبي والله يعني أنا لا أستبعد هذا الموضوع لأنه فعلا إحنا متوجهين بنية خالصة تماما لإثيوبيا ويعني أعتقد أنه في حد بيوحي إليهم أنه المصريين هم الوراء هذا الكلام أذهب إلى الخرطوم الدكتور الأمين البعض أيضا اعتبر أن إشاعة هذه الأمور بعد الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني إلى مصر بعد الحفاوة التي استقبل بها في احتفالات السالس من الأكتوبر والتأكيد وزيارة الرئيس المصري أيضا للحوار الوطني السوداني كان بغية التأثير أو التخوف بالأحرى من أن التعاون والود المصري السوداني يؤثر على موقف التفاوض المثلث مع إثيوبيا هل برأيك هذا التقارب المصري السوداني الذي هو علاقات تاريخية هو ربما أحد أوجه القلق الإثيوبي لا أعتقد ذلك طبعا أنا أعتقد أن السودان يتعامل في علاقات متوازنة أولا حيث مصر دولة استراتيجية بالنسبة للسودان تتجاوز حتى الحكومات وفترات المختلفة مصر شعبا وأرضا هي قضية استراتيجية للأمن السوداني والتعاون السوداني والتكامل في كل مراحله نحن شعبي شعبي واحد وأنا أعتقد أنه من أهم الدول في المنطقة للسودان لأمن السودان هي مصر وكذلك من أهم الدول للسودان في أمنه هي أثيوبيا لأن أثيوبيا الآن فيها أكثر من 90 مليون مواطن ومصر كذلك أكثر من 100 مليون مواطن ومصر عندها أبعاد أخرى مع السودان في الاستراتيجية السودانية وأثيوبيا كذلك أثيوبيا دولة لنا تاريخ طويل جدا من قبل تأسيس السودان كسودان أثيوبيا هناك الحبشة الكبرى السودان كان جزء منها جزء من الحبشة الكبرى حتى حدود مصر فأنا أعتقد أنه الخارجية السودانية والاستراتيجية المصر قبل الثورة كذلك مصر سودان أيضا السودان يريد الاحتفاظ نعم السودان يريد الاحتفاظ بمصر ويريد الاحتفاظ في توازن مع أثيوبيا من مصلحة السودان يكون له علاقة جيدة مع أثيوبيا وعلاقة جيدة معها أما بالنسبة لأثيوبيا لا أعتقد أن التقارب المصري السوداني يؤثر على نظرة للسودانين هي تفهم تماما أن السودان له بعد عربي وله علاقات قديمة مع مصر وكان جزءا في يوم من الأيام في الاستعمار البريطاني كان مصر والسودان دولة واحدة هم يفهمون ذلك فهما جيدا ولكن أنا أعتقد كل هذه الأزمة جاءت بعد صد النهضة يعني اتهامات مبررة بعد صد النهضة وإذا حرست أحداث في أثيوبيا من الأروم ومن الأمهرة وفي هذا الوقت بعد أن استقرت البيضة أنا طبعا أختلف مع السفيرة أنا كتبت كتاب عن فترة مل الزناوي من سواحد وتزعين لألفين وتزعة وبحثت في ذلك الأمر ووجدت أحسن عهد منذ عهد الأمبراطور هاي لا سلاسي وجاء من قصته أحسن عهد استقرت في قوميات في أثيوبيا وأعطت حقوق ما يسمى بالفيدرالية الإثنية في أثيوبيا هو عهد الرئيس مل الزناوي هذا العهد هذا العهد لكن المبرر جاء من الآتي أن مصر في فترة من الفترات احتجت على بناء صد النهضة ثم جاءت بعد ذلك المفاوضات التي حدثت بين السودان وأثيوبيا ومصر وتقدمت حتى وصلت إلى الاتفاق الإطاري ثم وصلت إلى الاتفاق في الحدوث الأخير يعني عفوا دعني أسأل سؤال في هذا الجانب دكتور الأمين يا فن نعم سؤال بس في هذا الجانب يعني سؤال بشكل واضح هل تعتقد أن هناك طرف آخر يسعى للوقيع بين القاهرة وألس أبابا للتأثير على منف سد النهضة أم لا الأمر الآخر هل تتأثر برأيك هذه العلاقات المصرية الإثيوبية السودانية جراء هذه الاتهامات من الجانب الإثيوبي حتى رغم ما ورد أو مصدر من القيادة السياسية في مصر سواء في الخارجية أو في الرئاسة الجمهورية أنا أعتقد أولا أنا أنه من مصلحة مصر اللي لا يقول لها علاقات سيئة مع أثيوبي أصلا رغم بناء سد النهضة لأن سد النهضة الآن الآن سيكتمل قريبا وسيكون واقع يا دكتور ليس هذا السؤال نحن نعرف بالتأكيد أن وصاعة مصر أثيوبية دعني أكمل الفكرة دعني أكمل الفكرة دعني أكمل الفكرة تكرر ذات الفكرة أنا أسأل بشكل واضح سأرد على سؤالك أنا أعتقد أن من مصلحة مصر أن تكون علاقتها جيدة وأن توقف الإعلام المكثف ضد أثيوبيا والمتهورين في الإعلام المصري يا دكتور الأمين عفوا عفوا دكتور الأمين حيات مصر على هذه الفكرة دكتور الأمين اسمح لي هذا الأمر توطف منذ زمن ولكن يجب أن لا تترك مصر أي مبرر أي مبرر مبرر لأن ينفذ منه ينفذ منه الخصم الذي يريد تعكير العلاقات بين أثيوبيا ومصر النصف الثاني من السؤال هل العلاقات ستتأثر بجراء هذا السجال الأخير أنا أعتقد أن من مصلحة البلدين الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الأثيوبية أن لا يتعكر لأن هذا العلاقة بين أثيوبيا وبين مصر وبين السودان هي علاقة استراتيجية تربطها مياه النيل ومن مصلحة هذه الدول أن لا تتعكر العلاقات وأنا أرى أن يجب أن يكون هناك تواصل بين الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الأثيوبية حتى لو حصل اختراق من أي جهة أخرى إسرائيل أو غيرها يجب أن تعالج هذه المشكلة من مصلحة مصر وبين مصلحة أثيوبيا وبين مصلحة السودان وأنا أعتقد أن السودان يمكن أن يكون وسيطا جيدا بين مصر وبين أثيوبا في هذه الاتهامات الدكتورة مونة عمر سمعنا كلام الدكتور الأمين فيما يتعلق بوساطة السودانية للتقريب هل برأيك العلاقة من مصر والأثيوبية الآن تحتاج إلى وسيط بعد أن عبرنا؟ لا العلاقة بيننا العلاقة جيدة كما أنا أتكلم وعلى ثقة بأن الأخوة في أثيوبيا استمعوا للسيد الرئيس وأنهم تفهموا الموقف وأنه ليس سيكون فيه أي تأثير سلبي على العلاقات بين مصر والأثيوبيا وإحنا فعلا التواصل بيننا مباشر ومش محتاجين لوساطة بيننا وبينهم والعلاقات برضو بين مصر وأثيوبيا هي علاقات تاريخية بترجع لأيام الفرعنة يعني إحنا وعارفين قد إيه إنهما دولة مهمة بالنسبة لنا وإحنا حارسين على علاقتنا مع كل دول القارة الأفريقية وكل دول العالم برأيك بعيدا عن نواية طيبة من الجانب المصري في هذا الجانب هل هذا بالفعل وقع الاتفاق الإطاري وقع الاتفاق المتعلق بدراسات سد النهضة في مقبل أيام ربما يستخدم ذلك تاكئة لتعطيل التعاون فيما يتعلق بدراسات سد النهضة لا طبعا لأنه هو الاتفاق اللي تم توقيعه بالنسبة للمكاتب الفنية ده اتفاق على أن هما يقوموا لسه بالدراسات فيعني ما فيش مصلحة أنه هو يتم تعطيله في الوقت الحالي أنا لا أعتقد أنه في أي نواية سيئة كانت وراء إطلاق إثيوبيا لهذه الاتهامات أنا أعتقد أنه فعلا كان فيه نوع من الوقيعة كان نتجتها أنهم صرحوا بذلك وفي تقديري أنه رئيس الوزراء الإثيوبي لو سؤل أنه ليس سيكرر هذه الاتهامات فإن شاء الله ليس سيكون فيه أي تأثير سلبي ولا على موضوع صد النهضة ولا على موضوع العلاقات بيننا وبينهم تفتكري بعد كلام الرئيس وكلام الخارجية ما ستحتاج لخطوة أخرى في هذا الجانب أم من الأمر انتهى عند هذا الحاجة لا أنا أعتقد أنه أنا ما عنديش على راسي بطحة علشان خاطر أعمل أي خطوة تانية أنا كمصر يعني على ثقة تمة أنه ولا ستدخل ولا عمري تدخلت قبل كده فيه شؤون الداخلية بتاعة أي دولة من الدول ما أشار إليه الدكتور الأمين في السودان هو المتعلق بتعامل الإعلام مع مثل هذه الأزمات برأيك هل فعلا الإعلام يسهم حتى الرئيس نفسه أشار إلى أنه حديث الإعلام في بعض الأحيان يضر بالمصارح الاستراتيجية للدولة المصرية هل برأيك تحتاج آلية الإعلام في مصر إلى من يعني يصحح مصارها ده صحيح يعني الإعلام بيبالغ بيلجأ للإصارة علشان قطر يقرأ أو يسمع أو غيره ولكن برضو أنا دايما بقول أنه الإعلام عنده مبرر لأنه أنا لو فيه نوع من قدر أكبر من الشفافية ويتم الإعلان عن إيه اللي بيحصل وإيه القطوات اللي بتتخذ أنا مش هخلي فيه فرصة للتكهنات أو لعملية الإصارة لا أعني في هذه الأزمة بالتحديد هل الإعلام من مصر برأيك يعني ساهمة كما يقول الدكتور الأمين في هذه الأزمة لا أنا مش شايفة أي حد خرج عن المألوف أنه مجرد أنه نقل أنه فيه اتهامات موجهة لمصر وأنه فيه رد للمتحدث الرسمي باسم الخارجية ثم استمعنا جميعنا إلى الحديث الذي أدل به السيد الرئيس واللي قال فيه يا جماعة ده أنا روحت لكم البرلمان وتكلمت معاكم يعني حديث من القلب كان موجه للإخوة في إثيوبيا الحقيقة الدكتور السفيرة مونة عمر شكرا جزيلا لك إذن كانت هذه نهاية فقراتنا الأولى من حوار القاهرة نشكر ضيفاء الكريمين في السودان الدكتور الأمين عبد الرزاق شكرا جزيلا لك وهنا في القاهرة السفيرة مونة عمر شكرا جزيلا لك دكتور الأمين عبد الرزاق شكرا جزيلا لك